اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية اثارت سياسة شركات الاتصالات الجديدة في الاردن بفصل الخطوط الخلوية للاشتراكات المدفوعة مسبقا كليا بعد يوم واحد من انتهاء مدة الاشتراك ردود فعل غاضبة لدى المواطنين دفعت البعض الى اطلاق دعوات للمقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة هيئة تنظيم الاتصالات ايجاد حلول تسهم بحماية حقوقهم قرار مفاجئ ازعج الاردنيين واشعرهم بالاستثناء من المعادلة ان تفصل شركات الاتصالات الخطوط الخلوية كليا للاشتراكات المدفوعة مسبقا فقط بعد منحها يوما واحدا للاستقبال بمجرد انتهاء صلاحية الاشتراك في حين تختلف المدة الممنوحة لاعادة شحن الخطوط قبل انتقال ملكيتها للشركة فاحدى الشركات تمنح 119 يوما اجراءاتهم كلها فاشلة اجراءات فاشلة لانه انت امرات ما بتنتبه للمسيجات اللي بتجيك ثاني يوم بتجي بدك ترن بدك تستعمل موبايلك ما فيه لا ارسال ولا استقبال اعداد المشتركين بالخطوط المدفوعة مسبقا واصل قرابة ثمانية ملايين مشترك وذلك الاجراء دفعهم لانشاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاغلاق هواتفهم في التاسع والثاني عشر من ايلول الجاري واعطاء تقييم منخفض لتطبيقات شركات الاتصالات فاول كان الشخص يقدر يشحن بيقولك باشحن خطي هذا اليوم الشهر هذا والشهر الجاي باشحن الخطي التاني هلا وضع اقتصادي تعبان فما له داعي يعني كل هذا الضغوط كل هاي الضغوط على المواطن مقابل ايش يعني انخنائد المواطن بصراحة مزج انت بتكون يعني الساعة واحدة انتين بالليلة وانحنا بوقت حضر خطك بنفصل الشركات الاتصالات يعني الشركات كثير احنا بيدفع الواحد مبالغ نت مش طبيعي نت بتعبي بخلص النت قانونيا يرى البعض ان المادة الرابعة والخمسين من قانون الاتصالات تعطي الحق لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في اجبال الشركات على وضع مدة معينة قبل فصل الخطوط كليا بحسب مهمتها كمنظم للقطاع نحن في ظرف خطير الان التدريس عن بعد المدارس عن بعد تدرس الجامعات عن بعد نحن بامس الحاجة لعدم قطع هذه الخطوط في ظل هذا الظرف الاستثنائي هذا الظرف الطارئ واذا ما كان ولابد فيجب علينا ان نعود الى القواعد العامة في القانون المدني وهي ان نطبق العادة والعرف انت يا شركات اتصالات استفدتوا مننا في الرقاء واستفدتوا مننا في البحبوحة الاقتصادية والاستثمارية واستقرار الوطن نحن الان نمر في ظرف اقتصادي صعب وظن نمر في ظروف الان جائحة خطيرة وهي جائحة كورونا وهذا يعني جائحة عالمية ويحتاج الخطوط سواء المواطنين في الداخل او المواطنين الموجودين في الخارج المشتركين معاهم فلماذا يتم الفصل شركات الاتصالات الى الان لم تعلق على شكاوى المواطنين رغم صدور تصريحات قانونية وحملات للمقاطعة وهيئة تنظيم الاتصالات تدعو الى اجتماع مع الشركات لبحث المشكلة ليبقى السؤال من المسؤول عن حماية حقوق متلقي الخدمة خاصة في ظل الاعباء المالية على المواطن ذي الحلقة الاضعف اكد نقيب الصرفين السابق على اديرانية ان تطبيق الحظر الشامل يوم الجمعة عكس سلبا على القطاع حيث تسبب بتوقف حاولات المغتربين والوافدين على حد سواء وبين ان نسبة كبيرة من شركات الصرافة تضررت بسبب الحظر الشامل ايام الجمعة نظرا لان كثيرا من المواطنين والوافدين خاصة الذين يعملون في المصانع يعتمدون عمليات التسوق والحاولات خلال يوم العطلة الرسمية الوحيد وهو يوم الجمعة واشار الى انه رغم بساطة حجم الاموال المحولة الفردية سواء من المغتربين او الوافدين والمواطنين الا انها تعد كافية لاستكمال اعمال محل الصرافة وطلب ديرانية باعادة النظر باوقات الحظر لتتناسب اكثر مع القطاع التجاري في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تمنع المواطنين من التسوق الا في فترات المساء التي لا تعد كافية لشراء كل احتياجاتهم حاولات المغتربين والوافدين حاولات اللي بيشتغلوا بالمصانع يعني ما بيعطلوه الا يوم الجمعة مشان هيك بينزلوا على محلات الصرافة او بتوافدوا على محلات الصرافة الموجودة بالجبال مشان يحاولوا الاهليهم لما تسكروا يوم الجمعة ما ام تم تعطل محلات الصرافة طبيعي ليس بس محلات الإصرافية حتى فيه كثير قطاعات ما تمدع يوم تجمعة هذه القطاعات كلها تأثرت إذا ما بتبيع ما بصير معها مصاري ما بتحول مصاري وتشتري بضاعة تانية يعني العجل الاقتصادية بتتأثر وبصير بطيئة شوي نتمنى أنه يعيدوا التفكير بأطلة يوم تجمعة أو الحظر تأي يوم تجمعة أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن بدء تشغيل أول خط إنتاج في مدينة الطفيلة الصناعية التي وصلت فيها نسبة الإنجاز إلى 98% مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جواعد قال في بيان صحفي إن بدء تشغيل الفعلي للإنتاج في مدينة الطفيلة الصناعية من خلال هذا المصنع يعد بداية لتشغيل استثمارات أخرى قريبا والتي وقعت عقودها مع شركة المدن الصناعية الأردنية للاستفادة من الحوافز الممنوحة في مدينة الطفيلة الصناعية وبينا أن خط الإنتاج الجديد في مدينة الطفيلة الصناعية متخصص بصناعة المواد البلاستيكية الأكياس كمرحلة أولى فيما سيتوسع لإنتاج بقية المواد البلاستيكية خلال الفترة المقبلة وضف أن الخط الجديد سيزيد من عدد فرص العمل الجديدة لأبناء الطفيلة والتي يوفرها تشغيل العديد من القطاعات المساندة للاستثمارات الصناعية في المدينة التي وصل عددها لغاية اليوم لثلاثة استثمارات في المجالات الغذائية والبلاستيكية والكيموية أظهرت أزمة كورونا الحاجة إلى تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين ومدى أهمية توفير المراكز والمحل التجارية داخل الأحياء السكنية بحسب ما تحدث أمين عمان خلال مشاركته في محادثات الإدارة المحلية لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسيا أمين عمان يوسف الشوارب قال إن الأمانة تعمل على مراجعة خطتها للطوارئ وكيفية التعامل مع هذه الظروف من خلال إعداد فريق متخصص في الأمانة لتقرير تقييم الأداء المؤسسي ومنعة مدينة عمان في مواجهة جائحة كورونا وقدرة المدينة على التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية أضاف أن الجائحة كان لها أثر اقتصادي مباشر على موازنة الأمانة بعد تراجع حاد في الإيرادات التي تعتمد على الرسوم والمثقفات التي تتقاضها مقابل الخدمات التي تقدمها حيث تعمل الأمانة على بناء خطط للتعافي تشمل إعداد موازنة لعام 2021 تركز على ضبط النفقات مقارنة مع السنة الحالية وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة تكبدت أسعار النفط الأسبوع الحالي أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران الماضي وانخفضت أسعار النفط برينت على مدار الأسبوع بنسبة خمسة وثلاثة أعشار في المائة فيما انخفض الخام الأمريكي بنسبة سبعة وأربعة أعشار في المائة الخسارة الأسبوعية الكبيرة سجلت بعد أن هبطت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المائة في آخر يوم في تداولات الأسبوع بسبب تفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وانعكاسها على حجم الطلب على النفط الذي يشهد ضعفا كبيرا ترجمة نانسي قنقر